كلمتش حد منه الليلة لتبتنع فيه انهم يجيبوا حد من مصر؟ المشكلة عندنا يا كابتن، او مش عايز ابدأ من المشكلة انا عايز ابدأ بلا أول حاجة كويسة ان احنا عندنا في مصر مواهب كبيرة جدا احنا عندنا هقول لحضاك حتى في الناد الاهلي بس انت عندك ما شاء الله هنجودة انت عندك ما شاء الله عندك مروان عندك دول رقم واحد في الولاد والبنات عندك شادي مجدي عندك خالد عصر عندك محمد البيالي كل دول موجودين في النادل أهلي وبدأوا يحترفوا عندك دينا مشرف دلوقتي بتلعب في فرنسا فانت عندك ولاد وبنات بدأوا انهم يحترفوا الكلام ده زمان ما كانش موجود خارج كانش بيحسن بالزبط فالنهاردة اللعيبة دي لو بدأت ان هي تاخد الطريق ده انا اقدر انها ان شاء الله وعيدك ان بإذن الله هيبقى فيه لعيبة كتير محترفين وان شاء الله النادل أهلي هيفضل دايما يكسب البطولات دي جيل وراء تاني وراء تاني بإذن الله انت زقلت عليها خسرتها وزقلت عليها طولها يعني بالنسبة لك قريبا اوي احنا خسرنا الدوري المصري مرة مع النادل أهلي واحنا كنا الأفضل انا فاكر دي كانت 2008 على ما اتذكر احنا كنا بدأنا نكسب من 2006 كسرنا سنتين وخلاص بقى ان احنا الأفضل اه احنا الطب وجينا خسرناها مرة وانا فاكر ان احنا تعاتبنا جامد من النادل أهلي بطريقة النادل أهلي اللي هي الاحترافية ازاي بيعاتب ولاده يعني على البطولة دي اللي هيخسرنا الدوري وعايز اقولك احنا لغاية نهاردة ما خسرناهش بسم الله ان شاء الله من الوقت دا بسبب العتاب الاحترافي اللي اتعمل من المجلس بزبط حصل عتاب احترافي انه هو وكان قاسي جدا عايز اقولي يعني انه هو زي ما احنا بنكافئ اللاعبين في وقت المكسب احنا في وقت الخسارة برضو بيكون في زي عتاب او مش عايز اقول عقاب بس يعني كان كان فيه اجراء ومن ساعتها من القالي الحمد لله من ساعتها احنا مخسرناش الدوري العام خالص والحمد لله لانديها العربية وانديها الفقية برضو من ساعتها الحمد لله اشتركوا في القناة